بخطئين من مندي بيخسر أسود ترنجا أصعب مباريات المجموعة والأداء النهاردة كان سيء بالنسبة للسنغال أما النحية التانية ويلز مع جارس بيل مازال حيا ويتعادل مع أمريكا ومباراة أخرى كبيرة كان بطلها الإنجليز ستة أهداف وأداء رائع أمام المنتخب الإيراني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منتخب إنجلترا النهاردة نقل لينا نسخة البريميا الليج في المونديال أداء قوي وسريع ومسمر ستة أهداف في المنتخب الإيراني علشان يجهدوا أحلام كالوس كيروش والسنغال كانت أفضل أمام هولندا لكن بخطئين من مندي بيخسر أسود ترنجا أصعب مباريات المجموعة وجارس بيل كعادته بينقز ويلز من الخسارة أمام أمريكا المونديال بدأ والمتعة مستمر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة يوم حلوة من أيام المنديال إن بدأ كان الافتتاح مباراة واحدة مباراة كطر والإيكوادور اللي فازت بيها الإيكوادور 2-0 لكن النهاردة كان فيه تلات مباريات ممتعين جدا أول المباريات كانت فيه أسالسة عصرا بتوقيت الكاهرة وإنجلترا بنسخة البريميال ليج بلعب البريميال ليج بتفوز 6-2 على إيران نتيجة كبيرة جدا على المنتخب الإيراني كبيرة جدا لصالح المنتخب الإنجليزي بيخش بمنتهى القوة المجموعة الثانية النهاردة هولندا كذبت السنغال 2-0 بأداء جيد جدا من السنغال أقل منه من هولندا لكن هولندا بخطئين سازجين من مندي أفضل حارس في العالم العام الماضي بتخسر السنغال أول مبارياتها في كأس العالم في غياب ساديو مانية والنهاردة جاريس بيل القائد الكبير اللاعب المخضرم بيتعادل لويلز أمام أمريكا واحد واحد بهدف ديئة 82 عشان ينقذ ويلز من الخسارة الأولى في كأس العالم والنتائج أمام حضراتكم نتائج اليوم في كأس العالم 2022 بقطر الأجواء بقى كانت أجواء رائعة جدا دخول الجماهير النهاردة الجماهير الإنجليزية الجماهير الإيرانية وكل الجماهير كانت مستمتعة النهاردة بالمباراة مستمتعة جدا تحديدا الجماهير الإنجليزية الجماهير الإيرانية بطبيعة الحال وهي دخل المباراة كهيت مبسوطة وهي خارجة من المباراة أكيد حزينة حزن شديد جدا النهاردة إيران لعبت بطريقة كارلوس كيروش المعتادة حرص دفاعي كبير أمام منتخب يضم في هجومه ساكا سترلينج والكبير هاريكين وخلفهم ماونت والموهبة الإنجليزية الكبيرة جدا الرائعة بلينجهام لعب دورتموند وأسماء كبيرة في المنتخب الإنجليزي مع دول مع دول ما فيهش حل إلعب وهاجم واستمتع وده اللي قال له على فكرة كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال لك أنا بعد ما اتغلبت لاتة في الشوت الأول قلت للعب انزلوا استمتع وبقى يعني كوديا الأمر هدفع لحد إمتى خلصت الحكاية زي شايفين المنظر شايفين الجمال جمال الإيرانية الجمال الإنجليزية كل الناس كارنفال ناس بتستمتع بكاسة العالم أنا فيه بس ملحوظة مهمة لازم أشيد بيها جدا في المونديال ده لازم أشيد بيها جدا في المونديال ده مفيش حالات شغب مفيش يعني مشاكل جماهيرية الأمور هادئة جدا دي أمور أمنية زكية ودي أمور أمنية محترمة إنه ما يحصلش أي أزمة أو أي مشكلة فديش إراء كل كقوس العالم اللي فاتت أو أي بطولات مجمعة عالمية بيحصل مشاكل وشغب جماهيري وتحديدا لجماهير الإنجليزية تحديدا شايفين دي الجماهير الإنجليزية النهارد ابتسامة بساط سعادة فيش أزمات مفيش مشاكل مفيش احتجاكات بين جمهور وجمهور فيش أي أزمة إن شاء الله تفضل على كده الأمور والأمور تعدي على خير وما يبقاش فيه أي مشاكل حتى نهاية البطولة الجماهير زي ما قلت لكم الإيرانية وأيضا جماهير الإنجليزية بتصوره مع بعض ما فيش أي حاجة حلوة الكورة والله حلوة الكورة أمور سهلة وبسيطة وممتعة أيضا ده عملية دخول الجماهير الأصدقاء اللي راحوا المدرجات في قطر في المنديال دخول سهل دخول ميسر ما فيش إجراءات يعني في كووس عالم قبل كده بيبقى فيه إجراءات فيها تفتيش وإجراءات أمنية ده ما يتقيل شوية الأمور أسهل شوية في المنديال الحالي منديال قطر 2022 وزي ما شايفين صور عظيمة وصور رائعة وصور يعني حلوة وانت بتقعد في فاركة دايماً كل يوم عمين نبكت نفسنا ونقول يا سلام لو كنا هناك يا سلام لو كنا هناك طبعاً أنا لمحت حد بيشتم ماجواير تقريباً بس أي حد يعني بي آه آه طبعاً هجوم على ماجواير وانتقادات لماجواير وتقليل من ماجواير بطبيعة الحالي يعني ماجواير عمل مباراة حلوة النهاردة باستثناء أنه كان عليه جزء في الهدف الأول للمنتخب الإيراني بس ماجواير عمل مباراة هجومية كمان كويسة ودفاعية كويسة على عكس المعتاد من ماجواير طبعاً مدافع منتخب الإنجليزي بالمناسبة إنجلترا النهاردة كسبت 6-2 وده مؤشر إنها دخل بمنتهى القوة لهذه البطولة بس أنا أقول لحضركم حاجة ونخليها للأيام للأيام إنجلترا فعلاً منتخب رهيب هجومياً دفاعياً لا لا مشاكل كتير على فاكرة هدفين للمنتخب الإيراني النهاردة بسهولة ويسر بسهولة ويسر ليه دفاع إنجلترا في مين في لوكشو مستوى سايق جدا مع مانشستان يونيتد في ماجواير مستوى لا مستوى سايق جدا كارسي مع مانشستان يونيتد ستونز يعني ساعات وساعات هو نصيبه تريبيير بال على اليمين هو بس اللي بيقدم مستوى جايد جدا السنة دي والمواسم الماضية بصراحة مع نيوكاسل السنة دي يعمل أداء رائع جدا هو أفضل باكرايت حاليا في الدوري الإنجليزي وسط ما لعب بقى إنجلترا بهجومهم كاسح النهاردة جريليش بينزل راشفورد أول ما نزل بعد 50 ثانية بيسجل هدف بتتكلم على لعبين فودن نزل أسماء كتير قاعد عبدك غير أسماء الأساسية ساكن النهاردة المتقلق جدا مع أرسنال بيسجل هدفين وبأداء رائع جدا فإنجلترا شكلها حلوة أوه هجوميا دفاعيا لما هتواجه منتخب قوي هجوميا أتصور إنها هتتأثر أتصور إنها هتتأثر والله أعلم هل عارفوا يمسكوا نفسهم ولا لأ نهاردة اللي سجلوا الأهداف أهداف إنجلترا في هذه المواجهة زي ما قلت لكم اللعب الشاب الرائع الرائع التارجد بتاع كل الأندية الكبيرة في أوروبا الآن لعب دورتمون الألماني بيلنجهام سجل هدف في ديئة 35 هدف الأول بعد كده بوكايوساكا لعب أرسنال وزمين محمد أنني سجل هدفين في ديئة 43 وديئة 62 ورحم ستنينج سجل هدفه في ديئة 45 وراشفر بمجرد نزوره بعد 50 ثانية بيسجل في ديئة 71 وجريلش سجل لعب منشستان سيتي سجل هدف الأخير في ديئة 90 إيران سجلها مهدي طاري في ديئة 65 ومهدي طاري أيضا في ديئة 90 أو بلاس 13 بعد التسعين من ركلة جزائر تعرفين الممبران النهاردة طولت أوش أو هحكي لكم القصة بتاع التطوير المباراة دي عشان فيها ورقم كياس يعني بوكايوساكا بوكايوساكا سجل أو خد جايزة أفضل لاعب في المباراة ويستحق طبعا اللاعب الشاب 21 سنة متقلق جدا مع أرسن السنة دي من عام كانوا أخذ أفضل لاعب ساعد في العالم متقلق من الأسماء الكبيرة جدا اللي جاية في مستقبل الكرة لإنجليزيا النهاردة تشم ريحة البريميال ليجو يانجلترا بتلعب إيه ده؟ القوة والحماس والإصارة والرغبة في إضافة أهداف بوكايوساكا قدام حضراتكم ساكا اللاعب الشاب لي المنتخب الإنجليزي المتقلق جدا مع أرسنال هذا الموسم ومن الأسماء الوعدة جدا مع المنتخب الإنجليزي طيب نروح لأرقام تاريخية في فوز إنجلترا اليوم على إيران 14 دقيقة كان وقت بدل ضايع خلال الشوت الأول وهي أطول وقت بدل ضايع يحسب في تاريخ مباريات كأس العالم كما احتسب الحكم 10 دقائق في الشوت الثاني ليكون إجمالي الدقائق المضافة في الوقت المحتسب بدلا من الضايع في الشوتين 24 دقيقة يعني المباراة استمرت ما يقرم من 114 دقيقة كتير كتير أو كان فيه إصابات وكان فيه توقفات كثيرة إنجلترا بعد 49 ثانية من دخوله كبديل هو راشفورد يعني سجل أو سجل لرقم قياسي أنه يكون ثالث أسرع بديل يسجل في تاريخ المونديال راشفورد أخيرا بيفوك بيفوك مع مانشستو بيفوك بصراحة مع إنجلترا بلينجهام اللي قلت لكم الوقاعد جدا لعب بروسيدورت موند أصبح ثاني أصغر لعب إنجليزي يسجل في تاريخ كأس العالم بعد مايكل أوين في 1998 أمام رومانيا أنا فاكي الأدف بتاع مايكل أوين ده كويس قوي في رومانيا كان معجزة وقتها مايكل أوين بوكايوس ساكا أصبح ثالث أصغر لعب إنجليزي يسجل في تاريخ كأس العالم بعد مايكل أوين وبلينجهام يعني النهاردة رقمين بلينجهام وساكا ودي برضو صورة بلينجهام أمامنا 19 سنة يا جماعة 19 سنة بلينجهام وساكا أول لعبان من موليد الألفية الجديدة يسجلان في تاريخ كأس العالم رقم ساكا ألفين واحد وبرينجهام ألفين وثلاثة صغير قوي صغير قوي احتفالات كبير خدوا بلكن دي الجماعية الإنجليزية في ملعب وينبل ملعب وينبل التاريخي في إنجلترا بيتفرجوا على المباراة عبر الشاشات ملعب وينبل طبعاً أنت عارفين ملعب وينبل اللي بيستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي ونهاية كأس الاتحاد الإنجليزي ملعب تاريخي وملعب عظيم وملعب كبير وملعب رائع الجماهير تشاهد جماعية الإنجليزية تشاهد المباراة عبر الشاشات حوالين الملعب ملعب احتفالات الإنجليز احتفالات دايماً خاصة جداً لو من غير مشاكل يعني ساعات بتروح منهم خالص وإيه وبيهدوا المعبد على الناس كلها بس الأمور واضحة أنها الحمد لله ماشي سلمية في هذه البطولة دون أي مشاكل أو أي أزمات سواء في قطر مكان البطولة أو حتى في إنجلترا وقت ما الجماهير بتتفرج على المباريات زي ما قلت لكم في ملعب وينبل السورة من ملعب وينبل التاريخي في إنجلترا جماهير بص الناس مبسوطة وفرحانة حلوة الكورة والله على فكرة الحاجات دي بتفري معاه جداً ليه بقى؟ إنه كل واحد من دول زينا كلنا يعني بقى عنده مشاكله وحياته وخلافه ومعندهم مشاكل زينا يعني عشان تتكيش نيقولك دول عايشين مرفهين والدنيا اللطيف عنهم مشاكل الحياة برضو ممكن تبقى صعب عليهم في بعض الأوقات لاقي زروف بس الكورة حلوتها إنك بتخليك في حالة كده اللي هو طاير طول الوقت بتمبسط طول الوقت ناس بتلعب وإنت اللي بتنبسط يعني أنت متخيل كمان مش إنت اللي بتلعب فبتمبسط أنا مشاكله أنا حاسين أنا بتكلم بشكل فلسافي شوية بس الصورة حلوة يعني الصورة حلوة وبميلة يعني الصورة لطيفة جماهير الإنجليزية بعد الفوز الكبير على المنتخب الإيراني بنتيجة ستة اتنين عايزة أقول رائش عايزة أقول رائش فيما يخص خصارة المنتخب الإيراني النهاردة ستة اتنين شفت ناس كده بقى بدأت تكتب الكلام اللي هو من نوعية إيه هو ده بقى كارلوس كيروش اللي كان بيدرمنا اتغلب ستة ستة من إنجلترا كنا عايزينه ويدخلنا كاس العالم ده كان هيعمل فينا إيه في كاس العالم الربط هنا غلط والمقارنة يعني عطول حدر حمل إيه مقارنة بين كيروش وفيتوريا برضو المقارنة غلط ليه كله غلط ليه كله غلط كارلوس كيروش مستلم منتخى مصر وكاية النتائج في منتهى السوق وصلنا آخر مرحلة في التصفيات النهائية لكاس العالم وصلنا لنهاء كاس النهام الأفريقية في نهاية كاس النهام الأفريقية وصلنا لآخر النقطة اللي هي ضربات الترجيع في تصفيات كاس العالم وصلنا لآخر النقطة اللي هي ضربات الترجيع مع منتخب أو قدام منتخب أقوى مننا مش هقول بكتير عشان الناس بتروح الماس كفية بشوية أجمد مننا بشوية فاحنا وصلنا معهم للنقطة الأخيرة يعني على الورق لو سألت يا حد في العالم في العالم مين يكسب السنغال أم مصر بالتشكيلتين مش بالتاريخ يعني بالتاريخ مصر تكسب طبعا بالتشكيلتين الحاليتين هيبقى لقي السنغال تكسب فكسبه بس كسبه بضربات الترجيح تمام فهو وصل للمرحلة أو النقطة الأخيرة ده في تقييمات العالم كله ده مدرب ناجح نحن هو وصل لآخر النقطة من ضربات الترجيح دي يعني لو كسبتها بقى مدرب كويس لو خسرتها بقى مدرب مش كويس فهي ضربات حظ دي نقطة يعني أنا هفضل طول وقت مقتنع انه خلس كروش تجربته مع منتخب بس كانت تجربة ناجحة ورائعة ده رائع يعني طبعا انت حراك حرة أكيد في رائك يعني ممكن أنا أنا اللي ما كنتش فاهم كويس وحراك اللي تبقى فاهم دي كورة وقراء منتخب الإيراني الناس بس في شهادة بقى لها انه خلس كروش مستعمل منتخب الإيراني ده الإيراني في 14 سبتمبر من العام الحالي يعني تحديدا من شهرين تقريبا من شهرين بتلعب مين بقى بتلعب المستعمل من المتخب الإيراني وحالته صعبة جدا طبعا في شهرين أول مواجهة ليه في كاس العالم بلعب مع المنتخب الإنجليزي خسر ست عالفاك دورة دي حصل لنا وحصل السنة اللي فاتت للمنتخب التونسي لما خسروا من بلجيكا خمسة بتلعبش منتخب سهل برضو فيه فرق قدرات كبيرة جدا فدي نقطة نقطة تانية ودي مدخل لحاجة عايز أتكلم فيها روي فيتوريا مدير فني كبير جدا ومكسب رائع لمنتخب مصر ده رأي فيه قبل ما يلعب التلات مباريات وده اللي لعبه خلاص حطي دي على جنب أنا مقتنع ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ان ربنا هيكرمنا معاه كرم كبير وواسع بس يا جماعة احنا عندنا دايما أحكام سريعة والله لو فيتوريا اللي كان معانا في تصفية كاز عالم كنن وصلنا كاز العالم والله لو كنندخلنا كاز العالم كنن احنا اللي باللعب النهار ده هولند بدلا للسنغال كنن كسمنها اربعة كل داعش احنا كسمنا بجيكة في المباراوة دا حلو ان احنا نفرح ان احنا كسامنا بلجيكا عملنا فعلا مباراة كبيرة قدام بلجيكا بس هي مش قويس لأي حاجة وحتى عشان ده كلام القديم لو كنا نعيبنا بلجيكا وخسامنا 4 او 5 ده مش قويس ان فيتوريا المدرب مش قويس هي لكده ولكده احنا بنبني ونبني على اللي فات وبالمناسبة في كتير من اللعيبة اللي لعبت في مباراة بلجيكا اسلوب وطريقة لعبها وادائها حتى فيتوريا له كثير من اسلوبه من كالوس كيروش واقول لك حاجة سبق بيها وبتاريخ النهاردة بس انا مش فاكر بتاريخ النهاردة كام يعني 22 نوفمبر 22 نوفمبر 22 نوفمبر عشان نفتكر بعد كده هجيب الحلقة دي فيتوريا هيلعب مباريات دفاعية مع منتخم مصر يعني لو هتلعب السنغال تاني بالحالة دي في تصفات كاس العالم وفي كاس المباريات دفاعية من منتخم مصر الحكاية حكاية كدرات اراني النهاردة دفعت قدام المنتخب الانجليزي وخسرت عشان ما كانش عندها اي بديل غير الدفاع قدام انجلترا ما هتحاولش السنغالي النهاردة ما هيدي الكورة يا جماعة لعبة مباراة مفتوحة قدام المنتخب الولندي والسنغالي كيت جيدة جدا والسنغال كيت ممكن او هي اللي مفروض كيت تكسب المباراة النهاردة بس هجمتين في مسيحات فاضية بقى اخطاء من مندي سازجة جدا خسروا خسروا حتى وانت بتهاجب طيب نكمل مع حضراتكم من مباراة انجلترا وايران سازجة الموديل الفني للمنتخب الانجليزي بعد المباراة قال شوية تصريحات مهمة كلم كتير قال انه انا دقيقت شوية من نهاية المباراة كنت عايز المباراة تخلص اسرع من كده وقال ان الشوت الاول كان صعب مع الكثير من التوقعات لكن كنا تهديدا حقيقيا طوال المباراة للمنتخب الايراني وقال ان احنا عملنا ضغط كبير جدا على المنتخب الايراني عشان كده حققنا النتيجة دي تحدث عن تحركات المنتخب الانجليزي وقال ان تحركاتنا كيادة جيدة جدا وقال انها لازم أبقى سعيد جدا بي الاداء لكن ما كانش المفروض نستقبل هدفين في هذه المرحلة من المباراة وعلينا ان نلعب افضل ضد الولايات المتحدة الامريكية وقال انها هي بداية رائعة لكن عايزين اللي جاي يكون افضل من كده قال كمان في ختام حديثه ان انا عجبني جدا هدف جاك جريلش بعد تمرير ويلسون وقال ان هو كان ممكن يطلع عناني لكن مرر الكرة ليه جاك جريلش عشان يسجل هو الهدف الاخير في هذه المباراة بحب ان المدربين اللي هم ييجي يقولك انه انا كنت كويس والناس كلها شايفاني كويس بس مقدش مفوض يخش فيها هدفين وسبحان الله انا ليس كتب اقولك كلمتين دول الوقت انه انجلترا سعكز بتستة النهاردة بس الهدفين يده جرس انزار كبير جدا لخطة فاعل منتخب الانجليزي في مباراة اقوى في الفترة اللي جاية نحا التانية كالوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب الايراني قال بعد الخسارة من المنتخب الانجليزي قال ان الخسارة كانت قصية جدا على لعبي ايران وقال ان هو هيعالج الاخطاء اللي وقعنا فيها خلال المباراة كيروش كمان قال ان احنا اتعلمنا اليوم من الخسارة واقدر اقول دلوقت ان احنا جاهزين بشكل جيد لمواجهة ويلز وهنظهر بشكل افضل من الشكل اللي ظهرنا به قدام المنتخب الانجليزي قال كمان يعني بيطلم من اللي مش عايزين يدعموا المنتخب الايراني انه هما ما يحضروش لملعب المباراة دي تصريحات كيروش طبعا معظم تصريحاته في المؤتمر ده انا بقولها لكم باختصار كان فيها غضب شديد جدا نهارده كان فيه لقطة عظيمة جدا لقطة عظيمة جدا زي بقوله كده لاجل هذه اللقطات العظيمة تلعب كرة القدم تلعب اي رياضة في العالم لقطة عظيمة جدا نهارده جاك جريلش لعب ما تشاهد سلسلاتي لعب المنتخب الانجليزي احتفل بطريقة خاصة جدا بعد هدفه في مرمى ايران وهو اعرض لحضراتكم السورة الان هقول لكم الحكاية لما تشوفوا الفيديو دوت الفيديو هيعرفكم الحكاية وبعد كده اشرحها لكم تفصيلا بس نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام الحكاية اي بقى المضى طفل انجليزي مصاب بشلال دماغي وكان في الزيارة لملعب تدريب مانشستر سيتي وطالما من جاك جريليش لو سجل هدف في كأس العالم انه يعمل طريقة احتفاله احتفال الطفل لما بيسجل هدف وشرح له الطفل هو بيحتفل ازاي عشان جاك جريليش يحتفل زيه لو سجل هدف جاك جريليش في الفيديو بيقول له اوعدك لو سجلت هدف هحتفل الاحتفال ده ووعده فاوفى جريليش ويحتفل بنفس الطريقة زي ما حالكم شايفين نفس الطريقة الصورة معنا هي نفس الطريقة بتاعة الطفل ربنا يا ربي يشفيه ويعفيه ويحافظ عليه حلوة اللقطات دي عظيمة والله اللقطات دي أصلي اللقطات دي هي اللقطات الرياضة هي اللقطات الكرة يعني الناس دي بتلعب عشان الناس تبقى مبسوطة الناس تبقى فرحانة الاطفال اللي زي دول لازم يكون فرحانين ومبسوطين وسعداء ده المنطق وده مش كلام انشى ولا اشعار ولا غنى ولا الكلام ده كله ما هو الناس دي المفروض عايزة تنبسط بص الصورة بص الجمال انا نفسي بس حد يجيب لي فيديو للطفل دوت او اللقاء للطفل دوت اكيد الوسائل عامل جزاية عاملوا معاه اللقاءات ويتكلموا معاه انا عايز اعرف شعوره دلوقتي انت متخيل شعور الطفل ده لما يشوفش هجريلش وبيسجل الهدف وبيحتفل زيه انت متخيل انت متخيل متخيل المنظر يبقى عامل ازاي احساس الطفل ده يبقى عامل ازاي حاجة رائعة وعظيمة دي ضغطة اليوم النهاردة في منديال 2022 مبارات هولندا والسنغال خلصت 2-0 جاكوبو الموهبة الرائعة الموهبة الهولندية الكبيرة لعب اندهوفن اللعب اللي كل انديية اوروبا عايزينه تقريبا دلوقتي نسجل الهدف الاول في دقيقة 84 وكلس نسجل الهدف الثاني في دقيقة 90 بخطئين في منتهى السزاجة لميندي حارس السنغال ميندي حارس شلسي والمنتخب السنغالي افضل حارس في العالم العام الماضي بيغلط غلطتين يعني في منتهى السعوب احنا كنا مستنيين مستنيين المنتخب السنغالي يكسب المباراة كان افضل من المنتخب الهولندي وقضع عديد من الفرص وحتى مع غياب ساديو مانيه السنغال كانت افضل النهاردة من المنتخب الهولندي ولكن حارس كبير زي مندي ضيع على فريقه اول ثلاث نقاط او على الاقل نقطة واحدة من هذه المواجهة جاكوب وخد طبعا افضل لعب في المباراة وانا من اسبوع لو تفتقلوا ما كنا نتكلم عن الهولندي قلت لكم انه ده هيبقى واحد من لعيبة النجوم النجوم في المنتخب الهولندي او كاس العالم بشكل عام في هذه البطولة لعب اندوبن الهولندي طيب نروح لارقام من مباراة هولندا والسنغال منتخب هولندا حق الفوز السابع على التوالي في مجموعات كاس العالم فقط البرازيل تمتلك سلسلة افضل من المنتخب الهولندي بتمن انتصارات على التوالي في المجموعات نكم هدف هولندا الثاني هو ثاني اكثر هدف متأخر فيه التوقيت اثناء وقت المباراة الاصلي بعدما سجل في الديئة 98.17 هولندا تحافظ على سجلها دون هزيمة بكل المباراة الافتتاحية طوال مشاركتها في كاس العالم نفس الامر الحالة كيتحايله قوي دخول الجماهير السنغالية والجماهير الهولندية الجماهير الهولندية كالعادة اللون البرتقالي العظيم ملفت ومفرح ومبهج مشهورين مشهورين المنتخب الهولندي بالالوان بتاعتهم بصراحة دائما التواحين الهولندية هم اصلا بصفاتهم بتباعهم هم خفاف لطاف لزيز زي طبعا الجماهير الانجليزية العصبية جدا للكورة هم اخف شوية في هزو الامور وطبعا الجماهير السنغالية شبهنا يعني ناس الطيبين طيبين قوي يعني وللمناسبة برضو لما السنغال تلعب في كأس العالم احنا نشجع كل المنتخبات الأفريقية نشجع كل المنتخبات العربية ما حدثت في المباراة المباراتية الفتوصفات كسر عامة كسر عامة أفريقية مباراته خلست احنا طبعا اكيد ندعم منتخب أفريقيا اكيد نزعل السنغال تخسر النهاردة اكيد ما نفرحش الفوز المنتخب الهولندي والسنغال فعلا منتخب محترم جدا واكتر منتخبات الأفريقية اللي المفروض تروح لبعيد عندهم مباراتين طبعا مش سهلين ومش هينين قدام قطر والإكوادور ونشوف الفتر الجاة ممكن يعملوا ايه حلوة الأفارق عامة مش بس السنغالين هم كده مبسوطين أكسا مبسوط خسران بحتفل طول الوقت هم في كرنفال وبيخلصوا وبيمشوا كرنفال ومبسوطين وفرحانين طيب دي الاحتفالات والمنتخب الولندي طبعا زي ما قلت لكم زي ما شافين هاي الجميلة الهولندية جميلة الهولندية في أماستردام كانت تحتفل بالمباراة مش شايفهم عاديين في السينما بقى ولا عاديين فينا ولا عاديين في مدرجات بوس مش شايفهم عاديين في مكان أقرب للفانزون أو ملعب تمام الناس قاعدة بتحتفل الصورة من أماستردام في هولندا ممكن يا جلالة يكونوا عاملين فانزون في هولندا يعني يعني تعال ماشا ماش تعال جلال زي ما بيننا بيقوله اصلاه فانزون ده هيبقى في احوالك احوالك زي ماNطو شافين الاحتفالات والهوسة والسعادة ومبسوطين فوز واحد في كاسِ عالم يخليك تبعامل كده تخينيك كده حنلعب في كاس العالم وبنكسم ماتش ماتش واحد نكسم ماتش إن شاء الله نوصل كاس العالم ونكسم ونصعد وتبقى الأمور ألطف بإذن الله قال يوسي مدير فني للمنتخب السنغالي معهم من 2016 قال إن الفريق كان يستحق على الأقل نقطة واحدة قدام هولندا وقال كانت مباراة عالية المستوى بقوة الآن الأمر مطروك لنا للاستعداد للمباراة السنية قال كمان أنا هكون مخطئ لإني المدرب عشان لما نخسر لازم المدرب يكون هو المسؤول ما تدورش على حاجة تانية لازم نكسب في المباراة القادمة دون أي مبارات هنعمل كل ما علينا للفوز في المباراة القادمة ونرجع تاني ماشيين في الطريق الصحيح عشان نكمل طريقنا في المنديال وقال إن خسارة هذه المباراة يمكن أن تجعلنا أو تحفزنا للمباراة القادمة وقال إن كل حاجة ما كانتش سيئة في هذه المباراة وقال إن الأمر مطروك لنا لتصحيح الأمر في الفترة اللي جاية دي تصريحات اليو سي سي بعد هذه المباراة كانت تصريحات هدية بالتأكيد فيها حزن وفيها زعل ولكن تصريحات زكية وهدية دون إصارة أي قلق ما أشرش المندي أوي ما قالش إن مندي يعني أو هاجم مندي يعني فيه مدربين ممكن يتلاقي هاجمه ستماعك مندي برضو حاليس كبير جدا يعني حتى لو الخطئين بتوقعه مش هينفع توقعه المدرب الكبير المدرب الهولندي الكبير لويس بن جال قال بعد المباراة المدير الفن المنتخب الهولندي قال لعبي منتخب هولندا رغم الفوز على السنغال إحنا كنا متوترين شوية في البداية وما كنتش متخيل إننا هنخسر هذه المباراة بالأخص قال إننا أشرقت من فيس دباي عشان هو يقدر يبقى ليه دور كبير في الملعب وتوقعت الهدف الأول بعد مشاركته قال إنه لعب بالشكوب وأيضا عشان يبقى ليه دور مهم جدا وتسجيله للهدف الأول كان دلالة على حديثه وقال بشكل عام إحنا لم نلعب بشكل جيد بالنظر إلى تدريبات الفريق أو المنتخب في التدريب الأخير للمنتخب يعني هو مش راضي مياه في المياه على أداء للمنتخب الهولندي ولو أنت بصيت على المباراة هتلاقي إنه السنغال كانت أفضل حتى فندايك بعد المباراة قال إن السنغال كانت أسرع مننا في نقل الكورة والهجمات أمريكا وويلز مباراة متكافأة جدا والنتيجة طبيعية جدا واحد واحد المنتخب الأمريكي والمنتخب الويلزي سموتي وايا سجل الهدف الأول للمنتخب الأمريكي في الديئة 36 وأحكي لكم كالصوته ده عشان ليه قصة كبيرة جدا بعد كده جارس بيل قدر يتعادل الويلزي في الديئة 82 من ركلة جزاء في وقت كانت ويلزي في طريقها إلى الهزيمة الأولى في الموندي مين بقى؟ تيموسي وايا اللاعب صاحب هدف أمريكا الأول في المنتخب الويلزي وترككم ليه حكاية وأكيد هترتبط معاكم جدا هو نجل رئيس ليبريا نجل رئيس ليبريا لعب المنتخب الأمريكي نجل رئيس ليبريا الحالي وأسطورة نادي مياه الإطالي طبعا طبعا جورج وايا اللي خد قبل كده أفضل لاعب في العالم سنة 1995 اللاعب الآن يمثل أو نجل جورج وايا رئيس ليبريا بيمثل المنتخب الأمريكي وبسجل أول أهداف المنتخب الأمريكي في كاس العالم عمل اللي ما عملوه جورج وايا جورج وايا مع المنتخب اللايبري ما شاركش في كاس العالم ما تعلقش في كاس العالم رغم أنه هو اللاعب الأفريقي اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم أحكي لكم قصته ومين هو؟ تيموسي وايا صاحب هدف أمريكا الأول في المنتخب الولز نجل الرئيس ليبريا الحالي زي ما تركم موصولة نادي مياه الإطالي جورج وايا ولكنه يمثل منتخب أمريكا ولد تيموسي وايا في نيويورك عام 2000 وبدأ مسير توقر وايا مع عدد من الأكاديميات الأمريكية في شبه منه كبير وايا انتقل إلى بريس سان جرمان في 2014 حتى تم تسعيده للفريء الأول في عام 2018 قبل أن يعار إلى السيلتيك الاسكتلندي في 2019 انضم بعد ذلك إلى ليل الفرنسي في صفقة انتقال نهائي عام 2019 صاحب الـ 22 عاما لا يشارك بشكل أساسي معالي للموسم الحالي إذ لعب ست مباريات فقط لكن مدرب المنتخب الأمريكي وثق في قدراته وقرر الاعتماد عليه أساسيال يكافئه اللاعب بهدف افتتاح مشوار أمريكا بالمونديال تخيل هو شارك في المونديال وجورج وايا ما شاركش في المونديال فالنهار ده سبحان الله بيحق حلم والده بتسجيل هدف في المونديال ولكن مع المنتخب الأمريكي وليس المنتخب اللايبيري طبعا اللي كان بيلعب له جورج وايا الرئيس الحالي لليبيريا طيب نروح ليه أخبار المونديال كل يوم كده عندنا نشرة أخبار للمونديال أخبار سريعة كانت تحدث فيها عن ما يحدث في المونديال تم تطبيق التبديل السادس لأول مرة في تاريخ المونديال أثناء مباراة انجلترا وإيران بعدما تم استبدال حارس إيران برفات بسبب إصابة في الرأس مما يجعله تبديلا خارج الخمس تغيرات بحسب القانون الجديد لأول مرة وكمان عبدو ديالو غادر مباراة السنغال وهولندا بسبب الإصابة لكن المؤشرات الأولية تؤكد أنه سيكمل المونديال بشكل طبيعي ديالو مهم جدا ومؤثر جدا في دفاع السنغال شيخو كوياتيه تعرض لإصابة في مباراة السنغال وهولندا أيضا مع وجود شكوك بعدم لحاقه بما تبقى من مباريات لأسود الترنجة في دور المجموعات أعتقد ده هيحصل عشان هو يطالع على آلاف الأمور بالنسبة له أنها إصابة كبيرة رفقيل فران مدافع المنتخب الفرنسي مازال يعاني من الإصابة وسيغيب عن مواجهة فرنسا أمام أستراليا في الجولة الأولى للمونديال وفرنسا مليانة مدافعين مليانة كوندي بقى على كنوتية على أوبيميكيانو كل المدافعين عد بقى على هنانلز مدافعين كتير يعني فران غير مش مؤسسة وإن كانت طبعا خبرة كبيرة مع المنتخب الفرنسي طيب نروح لمباريات يوم السلساء في كأس العالم مباريات كبيرة جدا وممتعة جدا بسم الله الرحمن الرحيم تسحى بدري بكرة شافيه ساعة 12 الدول بتوقيت القاهرة مواجهة كلنا كمصريين هنتابعها كلنا كمصريين كل العالم هيتابعها الأرجنتين والسعودية نتابع المنتخب السعودي ونساند المنتخب السعودي ونقف أمام أو جنب أو بجوار المنتخب السعودي ونتابع أيضا أسطورة لونيل ميسي في قيادته للمنتخب الأرجنتيني في هذا المونديال السعودية والأرجنتين الساعة 12 بعد كده منتخبنا العرب الشقيق أيضا اللي عنده لعبين موجودين في الدولة المصري سيفي الجزيرة وعلي معلول المنتخب التونسي يواجه المنتخب الدنماركي الصعب جدا من أقوى المنتخبات بالمناسبة في هذه البطولة وفي أوروبا دلوقتي المنتخب الدلماركي المباراة فيه السالسة عصرا ثم مواجهة متكفئة نسبيا بين بولندا والمكسيك الساعة ستة مساء واستراليا وفرنسا فيها التساعة مساء فرنسا في طريق الحفاظ على اللقب هتصطدم باستراليا سليع عندها بعض العناصر المهمة ولكن غالبا للفوز قريب لفرنسا قريب لفرنسا ليونيل ميسي في المؤتمر الصعفي ما قبل هذه المواجهة مواجهة الأرجنتين والسعودية قال إن ده كاس العالم الأخير لي ليونيل ميسي قال إن ده كاس العالم الأخير لي وده كان متوقع وده كان هو متوقع تعال نشوف ليونيل ميسي قال إيه ونرجع نكمل كلام أشعر بحالة جيدة جدا على المستوى البدني وأعتقد أنني وصلت في لحظة رائعة من الناحية الشخصية والبدنية لا توجد لدي أي مشكلة تدربت بشكل مختلف ولكن لا يوجد أي شيء غير عادي إلا أنه كان مجرد إجراء احترازي اللعب في كاس العالم مميز دائما والأجواء قبل المباراة الأولى تكون مختلفة البطولة في وقت مختلف هذا الموسم مع خوض عدد من مباريات أقل أشعر أنني بحالة جيدة ودخلت في الأجواء لم أفعل أي شيء خاص حتى الآن اهتممت بنفسي كما كنت أفعل دائما في مسيرتي على الأرجح ستكون هذه النسخة من كأس العالم الأخيرة بالنسبة لي والفرصة الأخيرة للحصول على ما نريده جميعا صحة مهمة الأسف يعني خلاص يعني سنة الحياة سنة الحياة ليونيل ميسي أيامه الأخيرة في كرة القدم كريستيانو رونالدو أيامه الأخيرة في كرة القدم ودائما بقول مش أنا بس اللي بقول كل الناس بتقول إحنا الجيل المحظوظ اللي عاش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بس الكل بداية طبعا النهاية طبعا النهاية والنهاية في كرة القدم تقترب بالنسبة ليونيل ميسي وكريستيان ارنالدو للأسف الشديد للأسف الشديد خمس كؤوس عالم لليونيل ميسي فانت خلاص انت بتعرف يعنيين خمس كؤوس عالم لليونيل ميسي يعني عشرين سنة انت عشرين سنة بتتفرج على ليونيل ميسي انت ممتع انت رائع اول بطولة شارك فيها كاس عالم كانت في 2006 هم نتكلم فيما يكرم من عشرين سنة طبعا هم نتكلم بسبعتاشر او طوانداشر سنة فأنت عايش عايش ده في ناس هضع عمرهم لما بدوا يشوفوا كرة شافوا ليونيل ميسي بسم مناوري الرحمن رحيم أول حاجة شفتها في الكرة إيه شفتوا ليونيل ميسي أول حاجة شفتها في الكرة إيه شفت كريسان ورنالو فجأة اللي اتنين مش موجودين مش موجودين قربوا جدا يعني للأسف الشديد للأسف ولما تيجي تعد تفكر آه فيه أسماء عظيمة في كرة القدم فيه أسماء عظيمة جدا عالمياً في كرة القدم أسماء عديدة 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 بس ليونيل ماسيو كريسانو نالدو حالة خاصة مفيش شبههم مفيش الحد اللي قريب منهم حالة خاصة وفريدة جداً في تاريخ كرة القدم عشان كده دايماً بقول إحنا عمين يدخلين للوقت يمين أحسن ليه نين ميسي ولا كريسانو نالدو لا أصلاً بحبك كريسانو لا أنت تحب ميسي تخلين على إيه أنت أصلاً شخص معجوز حتى لو كنت بتحب ده أو ده أنت تفرجت على الاتنين أنت تفرجت على الاتنين أنت مع يعني ربنا يديك تلت العمر ولدك لما يكبروا هتقول لهم تخيلوا بقى أنا كنت بفرج على كريسانو نالدو لينيل ميسي دول لايف العساطين اللي أنتوا بتتكلموا عنهم دول أنا كنت بفرج عليهم لايف وبشجعهم حالة عشان كيف بقولك أنت معزوز زي كده أهلين لما يقولك إيه أنت مشفتوش مالادونة بقى مشفتوش كرويف بقى كان بيعمل إيه مشفتوش بليه كان بيعمل إيه حالة طيب تصريح تاني كان مهم النهاردة هيرفي لنار المدير الفني للمنتخب السعودي وأنا متفايل جدا بهيرفي لنار متفايل جدا بالمنتخب السعودي في البطوة دي وأنا هفضل أكرر أنا أتصور أن أنا أشوف أفضل نسخة في تاريخ المنتخب السعودي في كأس العالم وده اللي قاله النهاردة هيرفي لنار بالمناسبة وقال أن المنتخب السعودي هيقدم صورة مختلفة تماماً نعرف مدى صعوبة المنديال ونمتلك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض منافساته عملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بانطلاق البطولة لم نأتي إلى كأس العالم من أجل النزهة وعلينا أن نكون على مستوى هذه البطولة ويجب أن نجعل السعوديين فخورين بمنتخبهم وهذا الأمر أهم ما لدينا أشكر سمو ولي العهد على الكلمات المشجعة والإيجابية ومن المهم أن نسمع مثل هذه الكلمات من القائد قبل المنديال ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى وحارسنا محمد لعويس لعب 17 مباراة من التصفيات نعرف بالضبط مع من سنلعب ولهذا علينا التركيز جيدا تصرعات مهمة وزكاية وهديئة وأنا أتصور هم ضرب كبير وجيل المنتخب السعودي ده جيل حلوة أوي جيل رائع جدا صحيح لسوء الحظ لنا كلنا كعرب ومتابعين ومشجعين ومنتمعين للمنتخب السعودي لسوء الحظ أن المواجهة الأولى تبقى قدام المنتخب الأرجنتيني لسوء الحظ بس إن شاء الله يعمله على الآن لمباراة محترمة لحد ما تشوف المباراتين اللي بعدك بس على الآن مباراة محترمة سابت فيها المنتخب السعودي يأدي فيها بشكل جيد أمام المنتخب الأرجنتيني الرهيب جدا الرهيب اللي شبه متكامل يعني منتخب قوي جدا بصراحة ومن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم كمان نحت تانية تونس زي ما قلت لك عندهم مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب الدرماركي واحد من أفضل منتخبات أوروبا في الوقت الحالي جلال القادري الموديل الفني للمنتخب التونسي قال تصريحات مهمة قبل هذه المباراة أبرزها طبعا أنه ما فيش معجزات في الكورة لازم تكون محضر كويس وبتشتغل كويس عشان تقدر تعمل مباراة جيدة نشوف تصريحات جلال قادري وبعد كده نرجع نكمل كلامنا بالنسبة للمباراة يظهر لي نعرف قيمة أي مباراة في دورة بالحجم هذا نعرف قيمة المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب التونسي نعرف شوه يستانى فينا بش نلعب مباراة ضد منتخب من أعلى مستوى منتخب درماركي يظهر لي شد في الفترات الأخيرة في الزوز لتا مواسم الأخيرة مستوى متميز جدا من أفضل منتخبات أوروبية نعرف قوة المنتخب هذا اللي قادر بش يكون على المستوى الفردي كما المستوى الجماعي ممكن يقدم كورة في مستوى عالي جدا لكن يبقى المنتخب التونسي عنده المبادئ انتعوا في الكورة عنده إرثه الكبير الحادث التي تعرض لها إيريكس انكسب التعاط في العالم الكل مش إلا في تونس هو لاعب مثابر هو درس لكل رياضي اليوم كونه الكورة القدم مليئة بالتحديات مليئة بالمفاجآت الصارة كما الغير صارة يظهر للحادثة التي تعاد بها هو نجم نخذها كمثال كونه في عالم كورة القدم التحدي هو اللي وصل لك الأعلى مستويات نقدر المستوى اللي يظهر به ونحترموه كلاعب ونحترموه كشخص كمان تصريحات كاسبر هليومند قال بعد المباراة واحد من المداربين المحترمين جدا أو قبل المباراة المدير الفني للمنتخب الدنماركي واحد من المداربين المحترمين جدا في أوروبا في الوقت الحالي قال تصريحات فيها احترام كبير جدا جدا للمنتخب التونسي ما أقللش من المنتخب التونسي وما أكبرش كتير قوي من منتخب بلاده ومنتخب الدنماركي نشوف تصريحاته ونرجع نكمل كلامنا سعداء جدا بالتواجد هنا ومتشوقون لمباراتنا أمام منتخب بحجم تونس أنا أحترم منتخب تونس وكرة القدم التونسية نأمل أن نكون الفريق الأفضل على أرضية الملعب تركيزنا ينصب على مباراة المنتخب التونسي وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا للفوز عودة كريستيان إيريكسون لصفوف المنتخب تمثل أهمية كبيرة وسعداء جدا بعودته كمان كاسبرش مايكل الحارس الدرماركي الكبير نجل طبعا الأسطورة بيترش مايكل حارس مونشاستا نايتد الأسبق كاسبرش مايكل كان يلعب في الإستر سيتي وسوم بشكل غريب جدا وراح يلعب في الدوري الفرنسي حارس مارما المنتخب الدرماركي حارس مارما محترم جدا التصريحات مهمة قبل هذه المواجهة المنتخب التونسي تشوفونا رجعني كم الكلام هناك الكثير من الإثارة في بطولة كأس العالم 2022 كحال جميع البطولات الكبرى نحترم المنتخب المنافس ونعلم الدعم الذي سيلقاه من الجماهير ولكن نعتدنا على هذه الأجواء وندرك جيدا صعوبة المهمة التي تنتظرنا أداء منتخبنا على الملعب أمام المنافس هو أكثر ما يهمنا نحن تانية مواجهة تجمع بولندا والمكسيك هي مواجهة إلى حد كبير متكافئة جدا بولندا عندها أسماء مهمة صحيحة في أوروبا ولكن المكسيك بعدتها وشخصيتها هي منتخب كبير وصعب في أي منديالة وفي أي بطولة بولندا شوية بيعتمد على البندوفيسكي زيلانيسكي تشيزني في حراسة المارمة يعني مش أسماء كتيرة كبيرة ولكن أسماء مهمة ممكن تبقى ليها بعض الأفضلية على الورق ولكن المكسيك باتباعهم المعنوية والنفسية والجماهيرية دايما الجالية المكسيكية في أي بطولة عالمية هي الأكبر الجميل بتبقى الأكبر عددا في أي بطولة فهيتلاقوا مساندة كبيرة جدا في مبارات الغد نشوف تصحات مدرب بولندا قبل هذه المواجهة أمام المنتخب المكسيكي هذه المجموعة ستكون صعبة للغاية في وجود الأرجنتين والمكسيك والسعودية ولكن نسعى للوصول إلى أفضل أداء ممكن في ظل وجود العديد من اللاعبين صغار السن بجانب عناصر الخبرة الجاهزية البدنية ستحسم اختيار التشكيل المناسب لمباراة المكسيك ولا أتوقع مفاجآت في تشكيل أي منتخب فالجميع يعلم كل شيء عن منافسه في ظل التقدم التكنولوجي وتوافر المعلومات المنتخب المكسيكي له كل الاحترام والتقدير ومدربه يمتلك الخبرات وسبق له تدريب برشلونا ويجب احترام المنافس والتركيز داخل الملعب فأي أمور تنظيمية قبل اللقاء لن تؤثر على واقع المباراة تصرحات منطقية قبل هذه المواجهة أمام المنتخب الميسيك ديدي الشام الموديل الفني للمنتخب الفرنسي بطل كأس العالم لعباً 1998 بطل كأس العالم مدرباً 2018 التصرحات مهمة جداً قبل مواجهة المنتخب الاسترالي نشوفه نرجع نكمل من المؤسف أن يغيب بنزيما لكن لدينا العديد من الخبرات والاختيارات وجميعها كانت هنا وممكنة بكل تأكيد مبابي لا يزال صغيراً في العمر لكنه على الرغم من ذلك نجح في تحقيق الكثير خلال السنوات الأربع الماضية وذلك منذ التتويج معنا لكأس العالم في روسيا 2018 مبابي أصبح الآن أكثر خبرة ومعروفاً على المستوى العالمي مع فريق باريسان جيرما الجميع لديه هدف واحد وهو حصد البطولة محزوز جداً جيروه بصراحة كأس العالم اللي فات 2018 تم استمعاد بنزيما لأسباب تأدبية السنة دي أو البطولة دي يبتعد بنزيما بسبب الإصابة وهو أفضل لاعب في العالم عشان جيروه يحفظ مكانه كمهاجم أساسي للمنتخب الفرنسي محزوز ومكتباله بصراح مكتباله جداً ناحية التانية بتأكيد حافظ مكانه كأساسي في تشكية المنتخب الفرنسي الحارس هوغو لورس حارس مارما توتن هامو المنتخب الفرنسي التصريحات أيضاً مهمة قبل مواجهة المنتخب الاسترالي نشوف ونرجع نكمل نتطلع إلى الفوز على استراليا الذي نحترمه كثيراً المنتخب الاسترالي قادر على صنع المفاجأة خلال مباريات المجموعة استراليا منتخب جيد للغاية من خلال الكرات الثابتة ليس هناك مباريات سهلة في المنديال ومهمتنا الحالية تتلخص في التركيز على دور المجموعات سندخل كأبطالاً للعالم ونقدم أفضل مما قدمناه في روسيا 2018 مباراة تونس صعبة خاصة وأن الجماهير التونسية كثيرة هنا في قطر وأن الجماهير التونسية لأن الجماهير التونسية يعني الكبيرة أيضاً الورايبة جداً من مستوها من مستوى الغائبين طيب نروح لقطر زي مننا العزيز المميز اللي عامل شغل حلو قوي قوي للتلفزيون المصري مرسلنا محمود شاكر محمود مشرف ومنور سعيد جداً بالشغل العظيم اللي انت بتعمله وعمل طبعك طول اليوم بالمناسبة يعني وعارف ان انت كنت واقف النهاردة عملت شجع في مباراة السنغال وهولاندا عاد يضع عليك في المدرجات بس ما عارفت شوفك تحياتي لك يا كريم وتحياتي لكل مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية لدوحة كالعادة بس النهاردة بقى من أمام فندق الترش أو فندق الشعلة جانب أستاذ خليفة اللي كان عليه النهاردة المباراة بتاع إنجلترا وي المتخب الإيراني اللي انتهت بفجأة كبيرة جدا وهي طبعا نتيجة كبيرة ستة اتنين وكروش يعني الشعب المصري بياخد حق منه وزي ما بقول لك يا كريم كده بدأت الأجواء تسخد بقى مرة واحدة عاوز أكلمك عن النهاردة روحت تجربتي روحت بماتش السنغال وماتش رولندا مباراة كانت رائعة في كل حاجة من أول ما وصلنا الستاد لحد ما قردنا من الستاد عاوز أحكي لك يا كريم التنظيم كان أكثر من رائع انت عشان توصل للاستاد قدامك حل من الثانية يلا عن طريق المترو أو عن طريق العربيات أو عن طريق البساط ولكن فيه استادين فقط وهم استاد السمامة والاستاد بتاع البيت الكبير لان المترو ما بيروح لهمش فاحنا روحنا عن طريق العربيات بتركي قدام الاستاد الناحية التانية الماكل كتيرة جدا جدا تسع لكل العربيات وكاش فيه أي مشاكل في موضوع العربيات خلاص انها تدخل بعد كيها بنتمشت لانا كبري مشاعد لنا الناحية التانية وجو مجرد وصولنا كريم الجماهير السنغالية كانت عاملة مسيرة من أول الكبري لغاية الاستاد جماهير السنغالية كان عندها أمل كبير جدا وغاني وهزيج في كل مكان وفي كل حتة وكانوا عاملين مجموعات كبيرة جدا الجماهير الهولندية شفتها بقى دور عاوز أكملك بقى كريم بمجرد دخولنا المجرد دخولنا أجواء الاستاد فيه كم كبير جدا من البوابات كل تذكرة مكتوبة عليها كل حاجة أكيد انت شوفت التجارب دي قبل كده في روسيا ولكن يا كريم عاوز أقولك على المنظمين منظمين كتير جدا نيمكن أكتر بالجماهير في كل اللغة يجي أكتر من 15 أو 20 واحد موجود بيحاول يساعدوا الناس كلها عاوز أقولك كريم المعظم الناس اللي موجودة كلهم من أحل البلد علشان خاطر كاس العالم ويكون مجرد دخلنا دخلنا بقى أجواء الاستاد عاوز أقولك حوالين الاستاد فيه برضو فانسوم يعني كل استاد فيه فانسوم من بره فيه فعاليات وفيه أجاني وفيه حفلات وفيه المصارح بتعيم الهوائل قبل المغرأة بالصبت بساعة عشان الجمهير تبدأ تدخل لقوة على طول يا كريم دخلنا نروح للمجرد عاوز أقولك استاد أكتر من رائع في كامل بيبقى الناس يسوي همم أول مواطين والمقاعد بتاعتهم كديرة ووسعة جدا عايش سألك على حاجة محمود محمود هسأجي لك تاني على مباراة السنغال وأهلندا بس عادة جماهير الانجليزية في مباراة كثيرة لازم حالة شغب قبل المباراة قلق ومشاكل في الشوارع وتحاول تهديهم وتقول لهم يهدو جماعة دي مباراة كورة هل الكلام ده بيحصل والأمور ماشية بشكل كويس لا لا أنا طب استغربنا كلنا طبعا عامل أكتر جماهير في الدنيا مشاغبة جماهير انجلترا لا ما كانش فيه أي لا خالص بالعكس أنا عاوز أقولك إن أكتر مباراة كان فيها عصبية شوية وكان كاميرية ومندالية فعلا كانت مباراة ويلز وأمريكا الأخرانية إنما بقى المباراة ما كانش فيها الشغب أو العنف الموجود الناس هنا مش سامحة لحد إن هو يعمل أي حاجة على طول أول مول يا كريم الناس كلها حواليك ما فيش حد بلحق يعمل أي حاجة فلا ما كانش فيه أي مشاكل في جماهير الجماهير السنغلية بقى النحط تاني جماهير السنغلية كان انت بعطها أي بعد المباراة الخسارة أمام المنتخب الولندن معه سكوت وسكون رهيب بعد المباراة اتخطفوا في آخر خمس دقيقة وزعلت جدا حاولت أكلم مع كذا هات بيكلمت بيقول إحنا معدناش اللي خلص سعد يوماني لو كان موجود في الفرص الفرص اللي كان في الشوط قبل أنه جاب الشوط تاني كان بتفعل معهم بشكل كبير وكلهم بيقولوا السيسير تبع في المباراة لما فتح الجيل في آخر الشوط التاني ويعني كانوا بصير مغضبهم شوية على السيسير وكما كان بيكلموا على لياب سعد يوماني ولكن كانوا بزعلاني جدا يا محدش جاب سييت مندي لا طبعا يعني هما بيكلموني مندي أصلا يعني من الأول عندي المشكلة حتى قالوا لي واحد قال لي آخر مباراتين مندي لابهم كويس كان مباراتين منتخب مصر فأنا عاوز يقول له يعني هو حصل جاء علينا احنا فعلا هو آخر مباراتين فعلا انت عارف يا محمود وأنا بفرج على المباراة النهاردة عما أنا أقول لي يا عم طب أنت كنت معانا بأربع ايدين ليه في أربع ايدين مطلعهم يعني جاء علينا مندي تصاب في المباراة على فكرة اللي في القاهرة قبل المباراة تبتدي وقعد حوالي خمس داية أو عشر داية يتعالج ومعدي كده اللي يعني المباراة كانش في عنده أي مشكلة طيب كنت معاك برده قريب من نسوهين بكلمك بقول لك اني مندي عنده مشكلة فقط ماركز حرستو من كيبا لكيبا في تشلسي وواضح جدا ماذا تأسر مندي مستوى كان سيء جدا طيب عاوزة نخش على حاجة تانية فضل عاوزة أكلمك عالك جماهير السعودية أنا كنت بقول لك ان أكتر جماهير كنت بقول لك ليس أكتر جماهير موجودة جماهير المكسيكية وجماهير أمريكا لاتنية عاوزة أقول لك البلد كلها بقت الله أخضر السعودي في كل مكان السعوديين كانوا موجودين لدرجة ان النهاردة كان فيه أكتر يعني من خمس ستة ألف سعودي في الملعب كريم من لبسين أخطر كانوا نطورين في الملعب كله جماهير السعودية طبعا انت عارف ان قطر حدودها مع حدود السعودية فالموضوع سهل وبسيط ان هما يقدروا يجوا هما النهاردة يا محمود ظاهروا النهاردة أكتر من اليوم اللي فات عشان هو سهل لو هي عرف يجي في نفس اليوم او قبلها بيوم قبل المباراة بيوم بالنسبة وحاجة تانية يا كريم عليه جايبين أكبر كبهات موجودة عندهم في السعودية للمنتخب كانوا موجودين النهاردة فانزون اسمه جدام يعني هو زي قدام بس انت عارف طبعا اللغة الخالجية جدام فده كان النهاردة موجود وفيه اهتمام كبير جدا 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 مسؤولين كتير جدا سعودين ويقولك سعودين موجودين في كل حتة طيب محمود محمود عايزك بقى في الكلام طبعا بس مين قال لك يمو عنده آمل بيفكروا فيها ازاي عارفين هم ممكن لقد الله يخسروا فيبقى التعاود في ممبراتين القادمتين حزبينها ازاي هو كل ما اتكلم محد يقول احنا بكرة نخسر يا واحد سف يعني مش عارف جايبين الساقة دي بسرحة ولكن هم عندهم آمل كبير جدا لا هم محمود خد بالك خد بالك هم جايبين الساقة دي عشان فعليا وحرفيا المنتخب السعودي فأفضل احواله على الاطلاق اه طبعا المنتخب الارجنتيني مش طبيعي ويارف رينار مدرد قوي جدا جدا وزوباع كبير جدا في الكورة يعني وعمل انجلزات كبيرة جدا في الكورة الافريقية ومع السعودية برضو عمل نتائج هيلة فمباراة تبقى صعبة جدا انا كريم انا بقى عاوزة انقلك على الجماعير الارجنتينية النهاردة الصبح من الساعة تقريبا الانتاشر تقريبا في طيارة جات من الارجنتين او طيارتين تلاتة جون من الارجنتين وصلوا الساعة عشر الناس مراحتش بقى سوق واقف احتل احتل من الجماعير الارجنتينية اكتر من عشر تلاف واحد افهل وسوق واقف كان فيه لقاطات كثيرة جدا موجودة على السوشال ميديا ما فيش مكان ولا كان فيه اي خرم ابرى حد يبقى موجود داخل وسوق واقف وسوق واقف كله كان محتل من الجماعير الارجنتينية هم دول اكتر جماعير ساعة وصول هنا لبلد عندهم ثقة جبيرة جدا جدا وطبعا محمود محمود الهتفات ضد البرازيل قائمة ودائمة انا عاوز اقولك لو اروح تتكلم بحد فبس اجيب سبت البرازيل بيتدايقوا مني جدا جدا هم عدوهم اللي دود البرازيل لا هم على فكرة الارجنتينيين الجميل الارجنتينية هم بس يشجعوا الارجنتين وفي اخر الاغنية بتاعت التشجيئة بتاع الارجنتين اللي يبقى فيها هجوم على المنتخب البرازيل بالضبط كده وعلى فكرة حتى حتى ابرز نجوم يعني انا عمري منسى ميسي مثلا في كسل عالم 2014 مردو كان بيعمل حاجة كده على الانستجرام وحس المنتخب البرازيلي وساعة المشيلي الوطني متاع فهم على طول كده يعني نائر ونير هم طيب برضو مباراة مهمة جدا لمنتخب عربي كبير هو المنتخب تونسي غدا امام المنتخب درمارجي الاجواء عاملة زي بالنسبة للجمائيل التونسية جمائيل التونسية طبعا هنا يعني من اكتر الجاليات اللي بعد الجالية المصرية المختاربين هنا من الجاليات العربية هاي الجالية التونسية وفي ناس كتيرة جدا من تونس جات وغير واخد نعم الكلام ده مدرب النهاردة تونس في المنطمر الصحفي قال كلام كبير جدا جدا كريم وذكر فيه اسم الشعب المصري وجمائيل المصرية بيقول انا عارف ان الجمائيل العربية هتدعمنا بقوة ولكن انا عارف ان الجمائيل المصرية بالصفة الخاصة هي اللي هتدعمنا طبعا 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 التصريح ده يعني لفظ تحسان كبير جدا مدى المصريين هنا غير طبعا انت عارف احنا يعني بدنا الواحد يحنل الآخر والسمالك ففيه مصريين كتير جدا لا احنا كده طبعا زي ما احنا ورا السعودية والمغرب وكل المنتخبات العربية ان شاء الله اكيد اكيد يا كريم مباراة بكرة اول بقى مباراة بقر اول يوم هيبقى فيه اربع مباراة ابتداء من بكرة ان شاء الله هيبقى مجموعتين مجموعتين في كل يوم ابتداء من بكرة لحد دولي ستاشر اربع مباراة في اليوم وزي ما قلت لك هتبدأ تفتح من الساعة الحادية عشر صباحا لحد الساعة واحدة في جيل طبعا احنا دلوقتي الساعة فزي ما بقول لك احنا هو فيه مع بعض احنا سليم بعض يا محمود لا لا لو حد يجيب دارك هتليني جاي لحقك يعني تلاش وعندين انا اسمعت ان انت عزمت يوسف الحسيني على الاكل وما ما ذكرتنيش معاك والله يا كريم هو لقيته بيجيب سيرة الاكل وبيقول لي قلت له انت عرفت من الاكل هنا فعلا يا كريم جميل جدا انا عارف لو اكل هنا بس انا برضو انت بتغير الكلام ليه انت واجبت السيرتي انت وقلت له قلت له امامها عزمك قال لي انا وكريم والتوله ازاي بقى اكيد طبعا اطوله ما قدرش كريم ما يكونش معانا يعني حبيبي يا حوض حوض انت بكسر الدنيا وماشاء الله عليك كل المعلومات عظيمة جدا انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي نوارة الدنيا محمود شاكر مرسلنا مرسل تلفزيو المصري من قطر كأس العالم 2022 طبعا ندعم المنتخب السعودي غدا قلبا وقالبا قلبا وقالبا نشجع من القلب امام المنتخب الارجنتيني مباراة في منطقة صعوبة طبعا هنبقى وراء المنتخب التونسي حبا حبا في المنتخب التونسي حبا في اداء المنتخب التونسي حبا في الجماهيد التونسية والشعب التونسي ان شاء الله مباراة كبيرة امام المنتخب الدنمارك يستحقوا ان هما يروحوا بعيد يستحقوا المنتخب السعودي انه يروح بعيد بإذن الله هما مباراتين حقيقي في منطقة الصعوبة سواء مواجهة السعودية مع الأرجنتين أو تونس مع الدنمارك بس إن شاء الله يعمله أداء محترم وبإذن الله نتيجة مرضية تكون مفرحة لنا كلنا كجماهير عربية لمنتخبين شاكوكين منتخب السعودي والمنتخب التونسي بعد الفاصل هشرفني ونورني محمود دياء نتكلم معاه في اليوم الثاني في كأس العالم وأيضا نتحدث معاه عن توقعاته لليوم الثالث في كأس العالم خليكم معاه يوم مليان بمتعة كرة القدم طبيعة الحال يعني في كأس العالم انت بتاخد أوفردوس متعة في كرة القدم المتعة بقى بتكمل أكتر لما يبقى محمود دياء معانا كمان يا حبود مش عرفوا من نورك ربنا يا خليك كريم حبيبا عملي أخبرك إيه زال فول الحمد لله الحمد لله مبسوط بكأس العالم؟ انتبعاتك الأولى أنا عام من يومين يعني لسه قد دنيا مسخنك شاوي بس يعني بنبدأ هو واحد بحض إنجلترا سخيت الدنيا النهار آآ الماتش كان منتجاه واحد لصراحة خالص يمكن الأحلاس اللي بره لماتش من قبل ما تبدأ على تأثير الجماهير والكلام على منتخب إيران من الناحية دي يعني حتى كيروش الكلام عنها بعض الماتش بتوقيت الجوم كمان اللي جيه استغلال إنجلترا نقطة ضعف إيران بتخلى الموضوع على طول مفيش رحمة طبعا جوم في الثاني فالموضوع انتهت إلا حصل بعد النهاردة أنا تصورت أنا توقعت إن إيران هتلعب مباراة دفاعية بطبيعة الحالي بتلعب قدام منتخب الجزائر بتلعب قدام منتخب البريمير ليج أو جدوري في العالم فطبيعة الحالي النجاح إنت اللي هتبقى الطرف اللي بتدافع بس إزاي دفاع إيراني النهاردة كان هش للدرجة إنت داخل المباراة ده النهاردة مع المشاكل اللي كانت في إنجلترا أو علامات السفاهم الكبيرة على إنجلترا سواء اللي جواه الملعب بالاختيارات وخلافة أو اللي برا ملعب حتى بيقصت الشارع واللي حصل مع إنجلترا أكثر من المنتخب أوروبي لكن جواه الملعب الموضوع كان مختلف تماما إنجلترا كان موضوع احنا مركزة جدا من الأول وجود لعب زي جوب بيلينج هامل أعتقد هيكون يعني محل منافسة من كل أنداية أوروبا أعتقد يعني هو مشكلة أنه هو ماشي في كل فرق يعني لو بصت على كل فرق الكبيرة في العالم ليفيربول مثلا محتاج لعبوست منشستر سيتي مع تقدم سن جندجان وكيفين دي بروينا محتاج لعبوست منشستر روناتد إيركسن محتاج لعبوست كرياتيف مع إيركسن ريال في طريقة تعويض توني كروس ومودريتش بصرا فكله يعني كل الأندية الكبيرة في العالم هببص على التالي ما محتاجين بيلينج هامل جدا فلكن هو موهبة مرعبة جدا بروس دورته منذ كان وقت ما اشتريه كان عارف إن ده هيحصل وده كان العادة في بروس دورته منذ كل سنة في نجم كده بتدور حوالي القصة ويبيعوا برقم مهول يعني سانشو وهلند والسنة جاي يبقى بيلينجام فانجلترون نفسه عنده أخو جوب بيلينجام بيلعب في نفس مركزه بس سواء متقدم شواء بيلعب كصنع ألعاب القصر رقمه كأصغر لعب يلعب في تاريخ بريمينجام فعلى تقر برضو ممكن يكمل نفس السكن فانجلترون نهارده لها بيت مباراة بشكل هيل جدا هجومين سنتحدثت في المقدمة إنه اللي رأي بالمباراة كويس النهارده ويشوفها انجلترون برضو استير عندها مشاكل دفاعية إنه السلسية أنا بقول السلسية مش الرباعية عشان تريبيير مطلعه برا قصة بس ستونز مع ماجوير معلوك شو دي حاجة تؤذي العين فمنتخب قوي هجومين ممكن يؤثر جدا عن انجلترون طبعا هو النهارده قال رغير رجع تاني للاربعة كان ملعب في الوقت الثلاثة حتى بوجود كالي ويكر كان مدافع ثلاثة على اليمين في بعض الوقت مرة بلعب أربعة وقدم منتخب إيراني ممكن هو متوقع انه مش ههاجمه كتير ممكن نشوف ده يعني بعد كده شكل مختلف الله أعلم ولكن وجود بيلنج هم أعتقد هو الحاجة اللي خلت ثوز جيت يغير من شكله ملعب ثلاثة ويلعب نص ملعب ديكلان رايس وكالفين فيليبس وقدام الثلاثة المعتادة فهو قرر النوع غير ده أعتقد بلنج هم وجوده دور مهم جدا في تغيير الكلام ده كله النقطة كمان لما يمكن تكون على نستفان بالنسبة لك كبيرة جدا هو ان في الفودن ما بدأش أساسي مهما كان الخطة اللي تتلعب بيها واسلوب اللعب أو شكل اللعب فودن بيلعب في أي خطة وفي أي مركز وتحتقي وضع هو بيعرف يتصرف بيتأقلب نفسه على أي وضع فده انجلترا ما مش توقع أي صعوبة بالنسبة لانجلترا في المجموعة يمكن آه يعني مش هنكسب نفس في بقية المتشاط بس مش توقع صعوبة خالص في صدارة المجموعة بالنسبة لانجلترا الحاجة الأهم هو إزاي هو هيتعامل مع أول اختبار ما بعد دور المجموعة دور الستاشر بالظبط اللي أمور هتبقى صعبة بالظبط أنا ما اتحافى بحب انجلترا جدا بس المشكلة أنه أنا عارف ان انجلترا ده آخرك انت ممكن تعمل لقطتين حلوين وفي الآخر تتكشف وأنا طول الوقت أنا مش عندي مشكلة في خطة دفاع انجلترا مهما حصل وطبعا حارس المارما بيكفورد الحياة تبقى صعبة جدا الفترة اللي جاية انجلترا مع السوداسية طلع ساوس جيت بعد المباراة وانتقت فكرة أنه دخل فينا هدفين وأنه كان المفهول ما يخشوش الهدفين دول في التوقيت دول الهدفين كان فيهم أخطأ برضو دفاعية كبيرة من المتخب الإنجليزي بالظبط وأبرز ما كان يميز أطلاً ساوس جيت حتى وإن كان عليه على مصفهم كتيرة جداً في ناحية الهجومية وفي طريقة اللعب وفي اختيار العناصر والأفراد فقصة الجانب الدفاع ده كان مهم جداً بالنسباله فترة التوالية المنتخب الإنجلترا كلها وأعتقد قابل ساقبل هدفين المهاردة من إيران واحد فيهم كمان الجن الأول بالذات غلطة دفاعية مشتركة من أكتر من اللعب كانت حتى على قصة جوردان بيكفورد مش بس بيكفورد هولا علامة ستفهم كبيرة بيكفورد وستونز وماجواير هاري ماجواير ما بيشاركش أصلاً مع مانشستر جوناديد جون ستونز لما بيلعب بيلعب كباكي مين أغلب الوقت مع مانشستر سيتي فده خليه لا ده فيه اختيارات تاني ممكن تبص عليها آه ممكن تبص على حد زي بين وايت موجود على الدكة بيلعب كباكي مين مع أرسل لكنه في الأصل مدافع ولكن أنا الجزء اللي أنا ممكن ما رومش فيها ساوس جيت قوي من خصوة العناصر إن جزء مش قليل من اللعبة الإنجليز حول العالم مستوى مترجع جداً السنواتي يعني حتى القائمة اللي موجودة لوقتي فيه أعتقد 11 اسم بعيد عن مستوى لو بصنا على الأصل طبعاً كمستر هاري ماجوير والله تخضيت مع أنه هو فعلاً مع منتخب إنجلترا ما بقاش بهذا السوق يعني بصرشت الأول كده هو كان عنصر أساسي في الجن الأولاني قبل بتلعب الكرة اللوكشو هو عامل أساسي الجن التاني فهو ما بقاش بنفس هذا السوق ولكن طبعاً مع منتخب أكبر وأكبر هيبني العيب ده أولاً إنه مش عب بثلاثة بيلعب بأربعة ثلان إنجلترا كمان اللي بيساعده فيها إنه هو ما بيلعبوش بدفع متقدم يعني مع تنهاج ما وانشستر هو عايز يلعب ده مش مش حاجة يقدر يجري فيها بالضبط فالموضوع محكوم أكتر شوية مع منتخب إنجلترا يعني إدي فوقات متعالجة بالطريقة بالضبط هلننا نتكلم يعني أدخل لو أعدلها حتى على كل اللي سجلوا الأهداف ستيلينج مستوى متراجع جداً مع تشيلسي بريو جديد بلينجان طبعاً بره للحزب خالص ساكا مثلاً بيلعب أوقات وأوقات سطر ويسيب سطر راشفورد برضو بيعاني أوقات مع منشستر رونانيتي وإن كان راشفورد عامي الموسم معقول جداً مع منشستر مقارنة بالفات طبعاً أحسن طبعاً جريليش بيعاني من سوق مستوى مجواري ممكن آه بص على كل الفرقة أعتقد يعني على الأقل اللي ممكن لها 12 اسم هم بوعاد عن مستوىهم حتى اللي الناس كانت بتطالب بوجودهم من بره والقايم اللي كانت بوجوده من بره كلهم إفانتوني بالنسبالي كلهم بيعود عن مستوىهم ساكا فبالتالي يعني الأسماء الإنجليزية عموماً لا سانشو مثلاً كان الناس كلها عايزين سانشو في المنتخب بس ما هو سانشو بيت خالص سانشو نفسه أصلاً مع منشستر الناتر سائي جداً واتنهاج استبعيجه فأكتر من بره فبشكل عام الأسماء الإنجليزية بشكل عام في العالم بتعاني جداً من تراجع مستوى أغلابهم طبعاً مش كلهم تموري مش زعادة نوعاً مش موجود؟ الموسم اللي فات كنت آه يبقى منطقة جداً يكون موجود لكن الموسم ده أقل كتير من الموسم اللي فات يعني تموري ومارك جوي هم أبرز اسمين في قلب الدفاع ما كانوش موجودين في قامة إنجلترا الاثنين بالنسبالي مستوى ما أقل كتير من الموسم اللي فات هنروح في الحتة دي ساعتها لأن طب ما هو مجوار ما ملعبش ده دي بيت المنطقة على طوله في ساعتها لكن لأن كالعادي هنعرفين بزاعة كورة المنتخبات أكتر من الأندية كل من اللي بقالي رجالته فطراماً لتنين مستوى مسايد دي بيكفورد بصراحة بيكفورد من الأقوى رجالة ساعتها الناس كانت مختلفة من اللي هيلعب بس أنا كنت بتبقى أكين بيكفورد طبعاً بيكفورد سليم هو بيلعب على طول ففي الحتة دي بالذات المدرب بيروح دايماً أقرب للرجال تقولهما مجوار ستونز نصر الملعب هندرسون كالفين فيليبس رجب أنه مصاب طول الموسم مع السيتي وخلاف قليل رحيم ستيرلينج جاك جريليش هم دور رجالة المدرب فدول طبعاً هم بيقدموا القدر يعني الحد الأدنى من الموضوع لأ بتلاقيهم بيتصدروا على العابة بالضبط إيه راجب في حارة الجدل التي أثيرت ما بعد المباراة وقادي قلس كروش اللي كان عندنا وقادي مدرب المنتخب واتغلب ستة وإحنا كان عندنا مدرب تعبان وإحنا هو الرأي كيف الحكاية دي كلها يعني بصوا أنت تقدر تقتل إيه فأو تتطفق مع كروش تشوف مدرب كويس أو مدرب ما عندوش أي فكرة خالص بس أكيدة الستة ببقى النهار ده ماش علاقة بالكلام ده خالص أو علاقة بالتدريبه لمنتخب مصر ملاش العلاقة بالموضوع بشكل عام حتى الناس كانت جابت العلاقات الستة اللي كانت غلبة مع كولومبيا ما كان مدرب كولومبيا فالموضوع مدربش علاقة بدأ بتدريبه لمنتخب مصر لأنه ممكن ساعتها نجيب أرقام تانية ونتائج تانية عملها كويسة مع إيران في فترة الأولانية نتائج كويسة عملها مع مصر حتى هو بيكسب كتف واروي الكاميرون والمغرب ودي كلها نتائج تصب في مصلحة كارلوس كيروش فهي آه ممكن نشوفه مدرب سائق جدا أو مدرب دفاعي جدا أو أي شيء في الدنيا بس اللي حصل النهاردة موش علاقة بفترة كيروش مع المنتخب مصر لا بالإجاب ولا بالسلب ولا أن فيتوريا كسب بلجيكا في موتش ودي فمعنى أنه كده أفضل من كيروش هو فيتوريا ما عندوش قصة التحفظ بتاعة كيروش هو مدرب عايز يهاجم بشكل أكبر بس أتمنى يعني أتمنى أن العجلة الدور أفضل مع فيتوريا إن شاء الله رب يبقى أحسن من كيروش ألف مرة عيش المقارنات عموما في مصر محبوش صراحة طيب مباراة تانية بصراحة السنغال عملت مباراة حلوة أوش جدا أوش جدا وصراحة أنا اتجئت إنه السنغال عملت مباراة زي دي في غياب ساديو مانيق يعني أنا قلت السنغال هتبقى مسكة نفسها بس مش تعفت لعب كرة حلوة أوي في غياب ساديو مانيق أو هيحصل لها هزة ما نهاردة السنغال كانت أفضل من هولندا وجي مندي قرر شفت المباراة دي إزاي السنغال و هولندا أنا شوف السنغال عملت موتش كويس جدا الشرط الأول كمان بزات أكتر كان واضح إنه هما مصراتلين أكبر الطبع الغالي بعد الشرط الأول كان إن الفلتين لما بيوصلوا للتنت الأخير دايما بيعندهم مشكلة نتحس إن الموضوع في زحمة مبالغ فيها العشوائية جدا في تمارك وسخط الهجوم كان ده مبارا جدا بالنسبة لي عند السنغال في غياب ساديو مانيق اللعب اللي أنت دايما لما بيوصل للتنت الأخير بيبصله وبتسنل عليه سواء كجناح الشمال أو ككونه بيضم في القلب كمهاجم تاني مع بولاي دية إن ناحة تانية في هولندا مش بنفس القادرة طبعا غير من في سدباي اللي ما كانش جايز بشكل كامل فكان موجود على الدكة فشوط الأول كان ده أبرز ما كان فيه ولكن كان طبعا عجب جدا بسبات السنغال الفرقة واقف على رجلها عادي جدا ما فيش حاجة تقريتوا عني منها وطبعا قبله كان ناحة تانية احترامت لويز فانجال لفرقة السنغال وإنه دايما في العادي لويز فانجال لما بيلعب فرقة هو عارف إنها ممكن تأثر عليها أو ممكن إنها تأذيه بيديه الاحترام الكامل أو قابل بقى الاحترام زيادة فهو كان مقامل بشكل كبير جدا حتى لعب دالي بلندكا ناحية الشمال مع تلاف مدافعين فأوضح إنه كان يعني زكريات 2014 حاول يقفل على قد ما يقدر لدي المنتخب السنغالي احترامه بشكل كبير سنغال قدفهم براية ممتازة جدا أعتقد لو نوربيرت الحالس تاع هولندا كان ممكن سنغال تقدم بجونة على الأل ناحة تانية طبعا من إدوارد مندي قرر إنه يخلص كل حاجة تماما في لقاطين حاجة الخروج من الجون الخاطئ لمندي ده ده شيء مكرر جدا حتى من أيام ما قبل تشيلسي هو ده شيء مكرر جدا بالنسبة إلا كان غريب الجونة التاني بصراحة أغرب من الأولان كتير كرة ضعيفة بتطلع بطريقة خاطئة مش محل حراسة المانوة بس خروج الكرة غلط ممكن تحطها على الجنب كرة ضعيفة أصلا يعني ممكن تتعامل معها أحسن من كده حاجة في منطقة الغرابة وفي الجونين على فاكرة خط الدفع برضو عنده مشكلة في الجونين وإن كان طبعا مندي خد الصورة النهائية لأنه هو اللي طلعت غلط هو اللي صد الكرة بشكل غلط لكن في الجون الأول مثلا فتحرك من قلب من ظهر دفع السنغال في الجون التاني كلاسين نفسه اللي هو أصلا في العادي لعب بطيء جدا عدى من ظهر مدافع السنغال وعدى بكل بسطة الحط للجون فالموضوع جاكوبو بقى هيروح فين اللي جون يعني أتمنى منشستر يوناتيد أتمنى منشستر يوناتيد تنهايك كان عايزه في الصفل اللي فات الكلام دلوقتي على يوناتيد وعلى ليفربول كمان جاكوبو طبعا عشانقول للسلام مش هادية ما بتطالج دلوقتي في اندوفن في هولندا بالزبط وبرضو ليه عروض كتيرة فانده أوروبية كتير يعني يوناتيد ليفربول على رأسه هم دول أكتر ناديين مهتمين بالفترة فانت عايزه يوناتيد فده خيط طبعا هو إلكتنهاك كان عايزه أصلا في الصفل اللي فات ما عايزة إيه لو جيل يوناتيد الله أعلم معادي لا يخلص خلاص زي كتير زي كتير راحه مش لازم يعني حب اللعب أكتر ما تحب النادي مش لازم يعني أحب النادي ما أنا عارفها معادي أنا عارف أنت تنكوشني عليها نا مش كل ما جيلة كلمت حسرها دي بقى نا خلاص إن شاء الله هياخد كسر عالم مش هافري معا خلاص خلاص لأن أنا بشجع أرجنتين وفرنسة بس فايزة عفيمة كسر عالم ستكره أكتر لا لا خلاص خلاص هيبقى برونو ودالوكس بكسر عالم آه دي حلو دي برضي نهاردة ويلز ومباراة المنتخب الأمريكي المباراة كانت فيها تكافؤ بطبيعة الحل ولكن جالس بالك العادة يعني بيونكز ويلز وبيسجل هدف التعادل في ديات 2 تميح أكلمك عن المباراة دي بس هروح لفاصل بعد هزر فاصل نواصل مع محمود دياء خديكم معك دي على محضراتكم مرة أخي لسه كنت تتكلم مع محمود دياء عن آخر مباراة اليوم النهاردة كانت مباراة ويلز وأمريكي شفت المباراة تقييمك وتحديلك لازم وجهة اللي كانت تبدو على الورق متكافأ إلى حد كبير منتخب أمريكا كان أحسن كتير يشت الأول كان أقرب أنه يسجل أكتر من هدف مش بس الجنل اللي هو جابه طبعا تموتي هو إبن جوجوية يسجل أول هدف يعني أول هدف لأمريكا كمان في كاس عام 2014 يعني ظهر بشكل كويس جدا من الترايف بصراحة أمن رئيس ليبيريا يلاع له في خب أمريكا كان أفضل ملعب في العالم الأبوه ملعبش في كاس العالم هو أفضل ملعب في العالم هو يبقى بيلعب في كاس العالم وبيسجل هدف في كاس العالم بس مع المنتخب أمريكا القصة كلها حلوة منتخب أمريكا في رأيك كان أفضل كتير جدا نشفت الأولاني كان يقدر يسجل زي ما بقولك أكتر من جول ويلزي كان متراجع يمكن مع تغيير مدربه في الخطة قرر أنه هو ملعبش بمهاجم صريح ولا برينا جونسون ولا كيفر مور عشان ياخد المكان دا جاريس بيل مع ويلسون ودانيل جيمس ويلزي أعتقد المبارلة واستمرت شوية كتير طبعا حكم حسب وريجة عشر دايات بظل ضايع لو كان حسب أكتر من جهة كان ممكن منتخب ويلزي يشوفه بيسجل جون مفاجئ أو يختف الفوز حكم أبرز حاجة من الحاجات القوية كان حكام المبارلة طلع كذا الانظار كان عنيف جدا في قراراته كان صارم جدا من أول المبارلة الأخيرة مين يسعط المجموعة دي من أمريكا ويلزي أعتقد يعني أمريكا يقدمت المبارلة الأولانية دي يديها شوية دافع كويس ويلزي أنا في رأي كنت مرشح ويلزي قبل بداية البطولة ناتس عالتاني مع انجلترا ولكن الأدار المبارلة عن مستفهم كبيرة سواء في الناحية الدفاعية أو حتى في الناحية الهجومية يمكن مدارب الفترة اللي جاء والموطشين اللي جاي يبدأ يرجع للأسلوب الطبيعي طبعا ما حدث يمخاطف مقطة من انجلترا ده هتخليه في حتة تانية خالص ولكن أعتقد أعتقد أن المنتخب أمريكا بتقدمه المباراة الأوليان دي لو قدر ان هو يخطف إيران بدري بدري هيكون لي أولوي ان هو يسعى طيب نروح لبكرة نروح لبكرة بكرة اليوم المفتوح يوم عاصف أول يوم في أربع مباريات 12-3-6-9 أول مباراة طبعا هي المباراة اللي كلنا ننتظرها بشغف شديد جدا مباراة لأرجنتين والمنتخب السعودي المباراة دي هتبعى عاملة ازاي والله يا مباراة كي تصعبا طبعا مش بحاجة يقولون أنه مباراة صعب على منتخب السعودي بشكل كبير جدا منتخب الأرجنتين والأوفر حظا ولكن في شيئين مهمين أولا الحاجة اللي قلناها هي طبعا إزاي المنتخب السعودي هتماسك في بداية المباراة قدام منتخب الأرجنتين اللي الكلام النهاردة على ميسي وإن هو رجله فيها لسه جرح مش موجوده لكنه قال إن الموضوع كان إجراء احترازي مهم أول أن انت مستابلش الجون أول بلدري يعني قد يبدو بديه لكنه مهم جدا إن إن إستابلت الجون ممكن أن تبقى زي إيران النهاردة وإن انهارت جدا بعد الجون الأولاني هيرف رينار وقدراته مش بس القدرات الفنية في الملعب قدراته النفسية وتعامله مع العيب بشكل قوي ده يفرق كتير جدا دي نفسي الحاجة اللي محتاجها منتخب السعودي مباراة الأرجنتين سواء اتعادل سواء خسر بصعوبة سواء خسر بسكور سواء كسب وعمل مفاجأة حتى في الأربع حالات مهم جدا تعامل هيرف رينار مع الفرقة ما بعد المباراة لأن أغلقت فرقة في المجموعة داخلية مباراة الأرجنتين والطبيعي إنهم ما يتغلبوا فعالتش منتظر إن لبولندا ولا السعودية ولا المكسيك إنهم حققوا انتصروا على الأرجنتين الطبيعي اللي الأرجنتين تكسب ولكن خسرتك خسرت أربعة خسرت خمسة خسرت واحد سفر فدية تسعين كل حاجة وردة ومنطقية فقدام الأرجنتين فده بقى اللي انت بحاجة تعمل معنا نفسيا بشكل كويس إن انت كان انت ملعبش مصر لأرجنتين طبعا السعودية مش محظوظه خالص إنها تبدأ قدام الأرجنتين تعتمد أن المطشين الفضلين دولهم دول المطشين اللي انت منهم يا إما تقدم أداء مشرف يا إما تصعد بشكل مفاجئ مهما كان إيه هو فأنت مصيرك على السن المطشين دول الأرجنتين مهما كانت نتجتها فهي لو كانتها كويسة طبعا بإذن الله تبقى أبوها نصل اللي جاي لأنتك سيئة فما تخلاش تأثر عليك في المطشين المهمين نسبوك دول أبرز أو أعتقد ده أهم حاجة ممكن أو لازم هيرف رينار بنو يلعب عليها قبل ما يلعب الأرجنتين في الأرجنتين تشكيلتها الحالية دي بالجهاز الفني مرشحة لكاس العالم فعلا الأسماق ممكن تشوف إنها حتى مع عنديتها مش بنفس القوة يعني لها تعالى بص كده حاجة حاجة امنان ومارتينيز نفسه طبعا الباكين دايما العالم استفهام في الأرجنتين فمهما كان اللي بيلعب هو بيؤدي دور المؤدي أكتر منه لعب بيقدم إضافة مختلفة ليوناردو بريلس بيعاني كثير جدا مع يو في لوسيلسو نفسه تصابه مش موجود في لعب مكانه غالبا ماك أليستر لعب بريتون لعب كويس جدا بصدرده الخبراته والدولية مش كبيرة اللعب التلات ودريجو ديبول اللي هو المحرك الأول لنص منعب الأرجنتين مع 3 كما زيت بيعاني جدا ميسي مستوى كويسا يعني دي مريعة بيلعب ماتش وتصاب ماتش مع يو فينتوس لطول مارتينيز كويس إلى حد ما مع انتر ميلان ولكن المجموعة دي في الملعب مع الأرجنتين تحديدا في الفترة الأخيرة بتقدم شكل مختلف الضغوط اللي كانت موجودة كبيرة جدا عن الأرجنتين ما قبل الفوس بالكوبا تحولت بشكل كبير إلى نقطة قوة بالنسبة للعب اللعب اللي بتقدم كل ما عندها في الملعب بيموجودوا نفسهم في الملعب بشكل كبير جدا بيلعبوا من أجل نفسهم من أجل المدرب من أجل البلد اللي هم بيلعب عشانها ومن أجل كمان ليونين ميسي ودي حاجة يتكلم عنها أكتر من اللعب إن هم طبعا كل الهدف والشغف واللعب من أجل البلد والقميص وكل الحاجات دي ولكن مع طبعا إضافة إنه هو بيلعب من أجل ليونين ميسي اللي كلهم شايفينه قائد أو شايفينه حد هما بيحبوه في المنتخب متصرحات ليونين ميسي نديد بطولة الأخيرة ليا في كائس العالم وكأنها رسالة للعبين يعني فرحوني قبل ما خلص كورا يعني بالضبط الأرجنتين لو قدرت إنها تصعد أول مجموعة يمكن فرنسا أو الدنمار أعتقد أي واحد يوم يكون منافس صعبة جدا هولندا في ربع النهائي المتوقع طبعا هولندا في ربع النهائي ثم البرازيل في نص النهائي كلها وغيرت ما يفعلش مبارات سهلة خالص على الإطلاق فالفرقة دي أعتقد دوري المجموعة مهمة قوي إنها تبدأ تاخد الرتمي بتصعودي صح شوفنا قطا كثير بيبدأوا البطولة بشكل سيء أو إنهما قبل البطولة لعبتهم ما كانتش بتقدم نفس المستوى اللي احنا مستنينه منهم ولكن الأخذ المنافس الشكل التصعودي في البطولة أعتقد هيبقى مهمة قوي بالنسبة للأرجنتين تونس والدنمارك هي مباراة برضو مش سهلة على المنتخب التونس ولأنا متصور إنه على الورق المباراة للأرجنتين والسعادية ممكن تبقى أصعب بكتير للسعادية على الأرجنتين بس أعتقد إنه تونس بتواجه منافس صعب جداً في أوروبا دلوقتي المنتخب الدنمارك جداً الدنمارك المنتخب قوي جداً منتخب ملظم جداً الفريم متعود على بعضه بقاله فترة طويلة معاه مدرب قوي جداً غير دا حتى تصراحاته في المؤتمر بتعلن التحدي للكل إنه هو إحنا قامش مرشحين إحنا نكسبه لكن لازم نحن نكسب حاجة بمطردي لازم نخرج بمطردي كاثبين حاجة نقدر نكسب أي منتخب اللي هو إحنا في يومنا فكل التصراحات اللي بيتكلم عنها كاسبر هوملند كلها تصراحات قوية جداً مصراحة الدنمارك ممكن بتعلن التحدي حتى إنه ممكن يتصدروا المجموعة على فرنسا أنا متصور إنهم ما يقدروا يعملوا ده مرات تانية ما بينهم وبين فرنسا مع غيابات فرنسا الكبيرة جداً بتقدر إنته تشوف ده منتخب التونسي إنه حتى تانية بيعاني كثير جداً مؤخراً من حيث المستوى ترجع مستوى بشكل كبير من حيث العناصر كمان من بداية إنه هو ما يبقاش حتى مع أستراليا المنتخب اللي هو ممكن ياخد منه نقطة على الأقل يخرج قدام الدنمارك ده ماتش صعب جداً بالنسباله أعتقد إن المنتخب التونسي يعني صعب جداً إنه هو يخرج بنتجاء إجابية بكرة نتمنى طبعاً ولكن صعب جداً يخرج بنتجاء إجابية بكرة خالص تونس فيه ملايب حل التشكيل أو أسماء معينة ممكن نبدأ بها للمباراة؟ ما أعتقدش هو الأسماء العادية اللي ما فيش اختلاف كبير في الأسماء اللي إحنا من منتظرنا يمكن في كلام إنه ممكن يعني معلومة تدقش المباراة زي ما حصل في اليوود ديات مؤكراً ولكن من شكل عام أو إجمالي لا تونس مش نعب العواصر كتير مش كتير للأسف في منتخب تونس تونس من التواقع لها تروح لبعيد في دول المجموعات؟ ما أعتقدش للأسف أعتقد تونس حدودها يمكن مع قطر يمكن أقل من من السعودية والمغرب في هذه البطولة؟ طيب قطر أنا ممكنش توقع أنه يظهر بهذا الشكل مش مش كأنه يتغلب ولكن ظهروا بشكل عالي كتير قوي من إحنا كنا نستنينه فآه اتطفق معاك في المعلومة دي المغرب والسعودية المفتاح دايماً في البداية السعودية إنها زيت تتعافى من أرجنتين المغرب زي ما تدقى تاخد مقطة من كرواتيا أنا أعتقد أن مباراة كندا ثم بلجيكا ممكن يكونوا أصعب على المغرب من كرواتيا الحاجة اللي ممكن تبقى في مصلحة المغرب ما دايما المغرب عودتنا إنها مها مكان المنافسة حين نزل لعب كورة عادي ممكن نتغلب ولكن هنلعب مطش كويس صح ما فيش حيث ما تفيع دفاع منطقة أوي يعني هاي نحرج نحرج أي منتخب عادي إن نقدر نلعب كويس قدام البرتغال إن نقدر نلعب الدوجياس قدام أسبانيا قدام 18 مها ما كانت النتيجة النهائية ولكنهم بإدارة للعب مباراة كويسة حتى قدام إيران مباراة يقولها كانوا كويسين جدا فإننا إحنا منتظرين من المنتخب المغرب ويدر ريكراكي تجربة جديدة أعتقد إن هو محتاج يبين نفسه أكثر العلان المشاكل اللي كانت عنده قبل البطولة دلوقتي بقت أهدى شوية بقى عنده اللعب اللي ممكن تسنينه في أكرد عشان الدفاع رجوع حمد الله رجوع زياش يمكن نصر ما بيفضل مشكلة مع غياب كريم الأحوانية طبعا مروفايل قاله جدا ولكن المنتظر إن هو يقدم مستوى أفضل بولندا والمكسيك مباراة متكافأة؟ جدا جدا المختخبين بيعانوا مؤخرا جدا بولندا مع طبعا وجود اليفندوفسكي الهدف أوروبا دلوقتي ولكن أعتقد أن برضو المنطقة بولندا مش في أفضل مستويات والمكسيك نفس الكلام بتعاني جدا ولكن المكسيك عودتنا في كسر عالم دايما إنها في دور المجموعة بتتحول بشكل كبير هما بيقدروا يقدموا أفضل مستوى ممكن في المجموعة بتاعي بيخرجوا من الستاشر يعني بسيما بقدموا أفضل مستوى إنت مكنش بيستنيه في المجموعة عشان يصعدوا وبعد كده بيخرجوا آخر ستة كوس عالم خارجوا من دور الستاشر نحب المكسيك عشان جماليهم بصراحة جدا عندهم شغف مش طبيعي وحب للكرة مش طبيعي جدا جدا أنا بالنسبة قتشوها يعني قتشوها بالآخر كسين عالم هو بيظهر بشكل قوي جدا المكسيك حتى آه هتقولي بالنسبة لك تشتشاريتو؟ طبعا طبعا بس ده قبل كده مش هتحنل تشتشاريتو نحبه جدا جدا طبعا مهاجم عظيم يا طبعا فالمكسيك تقدر تعودك إنها تقدم دور منك واحد ممتاز جدا نوصل نصعد بشكل مفاجئ نكسب ألمانيا في 2018 عادي جدا بس نوصل دور الستاشر بعد كده لا خلاص هو آخر ستة كوس عالم بالنسبة لهم خرجوا من دور الستاشر عظيم يعني بحراتكم مرة أخرى يعني كده بلوقتي على فرنسا وأستراليا وإن كان يعني في الفاصل إحنا خلصنا كلام عن فرنسا وأستراليا بس نكرر الكلام تاني يعني فيش معنا فرنسا وأستراليا فرنسا غيابات بالجملة وغيابات اللي هي إيه اللي توجع كانتي وبوكبا وبنزيما ونكونكو وفي أسماء دي مش فاكل حتى من أعمل بس هو برضو هي بتغيب الأسماء دي تحس إن في أسماء تانية موجودة يعني عادي بص هو الموضوع بتاع فرنسا ممكن تعود أحد يعني ممكن حتى بكل عظم الكريم بنزيما لنا زعلان جداً ومش يكون موجود في المطورة زي دي ولكن في فرنسا 18 فرنسا لعبات بيشيروه مسجلش ولا أجول في 7 مطشاط ولكن هنا كسبة المطورة موجود إمبابيا وجود جريزمان تقدر تتكلم عن غياب كيمبينبي ولكن فيه أكثر من المدافع موجود ولكن أعتقد أن غياب كانتي وبوكبا هو أكثر غياب مؤثر لمنطقة فرنسا كريم بنزيما هو مهاجم عظيم جداً وحكايته حكاية جميلة في النهاية كان متمنة أنها تكمل في كاس العالم ولكن كانتي وبوكبا أعتقد أن غيابهم أكثر تأثيراً على منطقة فرنسا السنائية اللي كان دايماً ما كان على دي شامد كانتي في تكسيره لهجمات الخصمة جداً بول بوكبا والكرة طويلة اللي بتلاعب لجريلين البابيين اللي بيجري في ظهر الدفاعات دي أعتقد أنه مش يكون موجودة البطورة دي غياب كانتي تشواميني بدأ كويس مع علامة ديدي ولكنه مؤخراً برضو بعاني متراجع في المستوى كما فينجا برضو مش نفس الحبدي يعتمد عليه رابيو يمكن هو الثالث اللي كان بلعب مع كانتي وبوكبا في نص الملعب ولكنه مدرش ياخد الدور بتاع بوكبا يوسف فانا هنشوفه خلال البطولة حتى نبيل الفقير كنا بنتكلم عنه قبل الهواء أنه هو اللاعب لك ممكن يدي حل هجومي يليتف شوية بالضبط مش موجود ده يمكن يخليني نروح شوية لأنه ممكن يلعب بتلاتة في القلب عشان يدي أريحي أكبر لثيو هرنانز على الشمال كينجيس لكومان ممكن حتى يلعب كونجيبا كيمين يبقى هو عنده حلول مختلفة بدل ما يجي الحل من نص الملعب اللي مش موجود يبقى نص الملعب ممكن يكونوا اثنين أقوى في النهاية الدفعية شوية بيدي الحرية للثلاثي الأمامي وجيرو يلعب جريزمان أو ديمبيلي مع كومان وثيو هرنانز ده اللي ممكن نشوفه موجود الحاجة كمان النهاردة إمبارح كوناتي كان بيتكلم فقال إنهم ما يسمعش عن أي لعب عن منتخب استراليا فسألت رد النهاردة مدارب استراليا في المؤتمر الصحفي وأعتقد إن ده حاجة تديهم دفع أكبر وحمس أكبر إنهم ما يقدموا مباراة قوية أصاد منتخب فرنسا فرنسا عنده لعنة الغيابات الكتير عنده لعنة البطن مؤخرا اللي هو نفسه بدأها في 2002 فأعتقد أنها مباراة مش هتكون سهلة فرنسا تكسب في النهاية أه لكنها مبارا مش هتكون سهلة مش هتبقى سهلة على فرنسا فرنسا تروح لحد فين في البطن؟ ما أعتقدش أنا مش طاقة كده خالص يعني مع الغيابات مع شكل كمان دي دي شام بمؤخرا الموضوع يتحسم أكثر في الصدارة خسارة الصدارة معناها مواجهة قدام الأرجنتين في دورة 16 مش هتكون سهلة خالص بعد كده نفس السكر بالأرجنتين كان معنا الصعبة هتبقى سكتهم لكن الناحة التانية يمكن يبقى أهوان شوية تلعب تاني الأرجنتين اللي هو مكسيك بولندا سعودية في النهاية ما أدور عليه دورة 8 قدام أعتقد أسبانيا طبعا من دورة 8 ما فيش ماشي سهل خلاص الموضوع اجتها بس عقال انت تبقى موجود في دورة 8 فخلاص الأجواء هتبقى أهدأ قبل ما نخش على الهوى سهلتك على مثلا مين مفاجئة البطولة على بينات دي دي مارك دي ماركو سربية طبعا كان معنا صاربية عن الحلقة اللي فاتت والناس تتحدث عن انه فرنسا طبعا مرشحة فوق العادة البرازيل مرشحة فوق العادة الأرجنتين مرشحة البرتوال ممكن تبقى مرشحة حتى أحيانا الناس تشل ألمانيا من بعيد كده بس محاش بيبسيت أسبانيا اه دي حقيق دي حقيق وانا حاس ان أسبانيا هتتعمل مفاجئة المفاجئات بصوا عندنيكي ماركو انا مهامة اختلف على اختياراته ولكنه قادر يخرج من اللاعبته أفضل ما عندها يخرج شوفنا في اليورو حتى مش حد مستني خالص بالذات في البداية مع الباية أول مطش كمان كانت قليلة شوية مستني خاص أسبانيا يعني دروس 16 وخلاص هتخرج مش مشكلة ولكنه قدر يكمل بشكل كويس جدا منتخب أسبانيا او الجيل ده أكتر ما يعيبه انه معنوش حد يخلص الفرص دي مشكلة كبيرة جدا في منتخب أسبانيا حتى لو هم بيقدموا أداء سابت دفاعيا نصر ملعب بوسكتس وجافي وبدري تختلف على بوسكتس ولكن جافي وبدري سنائي قوي جدا تقدر توصل بالهجمة عنده أجناحة كويسة ولكن لحظة ما بيوصل الكرة لمرمى الخاص بدي مشكلة كبيرة جدا عشان جينا حتى كان فيه انتقالات كتيرة انه ما كانش واخد ردي جوم مورينو اللي هو بيقدم مستقبل قبول جدا مع اليد زيوناتي حتى لو مش بشكل أساسي ولكن هتحياره في مطش بالمطشات فران توريس ده دي لقلمه وحتى الفارو مورط التلاتة اللي بيلعبه ما بيقدرش يقدمه للجون او يقدمه عدد أهداف كبير في تخصي فرص انه سوفاتي نفس الكلام مورط صح عندك حق اسبانيا بس عندها العيبة حيلة برده ممكن في ربع النهائي ربع النهائي في النهائي مع الجيل ده تمام يعني مع المتقالات كتيرة على انريكي او على الاختيارات انا عندي احساس ان اسبانيا هتراه اكتر من ربعين نهائي والله كل شيء وارد محمول شرفت انه واردك هاي بستمتع جدا بتواجدك معي جزيلا استمتعه بقى بيوم حلوة او في كاس العالم بكر ان شاء الله كل التوفيه باذن الله للمنتخب السعودي ايضا كل التوفيه للمنتخب التونسي المنتخب السعودي امام الكبير جدا المنتخب الارجنتيني والمنتخب التونسي في مواجهة مش اسهل امام المنتخب الدينماركي شوفكم يا رب ان شاء الله على الفخير